نرجع تاني لأول استوديو تحليلي وبدأت تعمل البروفات بتاعتك وبدأت مثلا تجيب ناس واحد يعمل مثلا كابتن محمود الخطيب واحد يعمل كابتن حسن شحاته ونمثل استوديو التحليلي هيبقى شكله عامل ازاي أول استوديو تحليلي بقى الحكاية بتاعته أكيد كوالسها وتفاصيلها السوديو التحليلي الأستاذ حسن حامد ربنا ناسيب الخير كان رئيس القطاع قطاع قناة متخصصة فبقول له أنا بفكر أعمل فكرة عبارة عن كذا وكذا وكذا قال لي حلوة حلوة قوي بس هتجيب من ضيف مين هتجيبه ضيف لازم يكون شخصية لها جمهورية واسعة جدا وقوية فقالت له ايه رأيك في محمود الخطيب قال لي معقولة تقدر ليجيبي كابتن محمود الخطيب ويعود أنا أعرف انه مقل في التعامل مع التلفزيون بالذات التلفزيون صح إنما هو صديق من الإزاعة وقديم يعني فكلمت لكابتن محمود فقال لي شرحها اللي شرحتها قال لي نعمل بروفا هو نعمل بروفا بروفا يعني بالأجهزة في الستوديو فعملنا بروفا وفيها الكابتن محمود الخطيب اه وهو موجود الله وبتاع عملنا بروفا وبين ننقل وبعدين نرجع تاني ونروح الماطش ونيجي من الماطش وبتاع هو الكابتن محمود قال لي أنا عاوز دي هو العايز هو العايز يحدث قال أنا عاوز دي الله وقال له خلاص هنكمل تدريبات مرتين ثلاثة ونبقى جاهزين ونطلع على هاو ممتاز وفعلا صليعنا على هاو أول مرة أكتوبر 98 في بداية الدور اللي عام بداية المطش الساس حسن قال فكرة جميلة جدا قال احنا شغلنا فضائي وكانش لسه الناس انتشر ما بينهم الدش والكلام فالمجهود ده هيضيع فهو عنده قناة أرضي فبقى يدخل استاد النيل فترة بتاعته على القناة الأرضي فالناس بقى تشوفه في الشوارع والحارات والأزقة ومختلف أنحاء القاهرة الكبرى ويمكن حتى عشان زمان بس عشان فيه الشباب صغير ما عارفش دلوقتي مش كلنا وإحنا صغيرين كان عندنا دش في البيت وبنفرع أخوات فضائية لا 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 ودائما كان بفرع أخوات فضائية دي كنت نقل أن نقوله إيه انت شفتها عدش حتى في الجملة الشهيرة انت شفت المطش ده عدش عدش مكانتش فيه الدنيا مكانتش مفتوحة كنا كلنا منعتمد على القنوات الأرضية الاستوديو الأول ده كان فيه مين بقى محللين محمود الخطيب كانت محمود الخطيب بس الوحد آآ آآ مش اللوات هو المحلل رئيس واحد محلل واحد واحد ما فيش أكتر من واحد هاي والفكرة أنه آآ يعني هو أنا عشان يبقى مصار التحليل والتعليق والكلام ده يبقى منسوب إليه منسوب إلى هذا الشخص النجم ليه؟ لأنه مسؤول عن رأيه يعني هو ممكن يقول الكرة دي وحشة هو ممكن يقول كويسة يبقى مسؤول عن رأيه صح لقى هو عشان كده بيجيب نجمي كبير جدا بحيث أنه لما يقول رأيه يبقى رأيه مسموعة وما حدش يرده أو ما يعني اللي مش عاجبه مش هيقول حاجة أيوه بالزبط كده ده كابت المحمود الخطيب فعادي يعني بالزبط كده قبل الأول أسألك على قبل وبعد كده بعد عادة أنا ببنيجي مسؤول نطلع في برنامج جديد نعمل برنامج جديد منطلع بيه أول حلقة بيبقى فيه نواقص بيبقى فيه شوية عكوسات كده فيه شوية حاجات حصلت تلفناها عفوا تلفناها بعد كده بس فيه شوية حاجات بتحصل أكيد أنت فاكرها اللي ستوديو ده أكيد ما كانش ماشي سلمي مية في المية أيو أكيد فيه حاجات حصلت طبعا أولا إحنا عملناها في استوديو أكجروه في العمرة اللي جانب التلفزيون جهر مش في التلفزيون نفسه لا لا مش في التلفزيون ليه لأنه له مواصفات ولوازم خاصة بيه يعني مثلا عشان أنا أكلم الملعب لابد أنه بقى فيه خط بشكل معين ومواصفات معينة مش موجود اللي هناك في الاستوديو المؤجر ده واشتغلنا على كده عدنا فترة سيزون كامل نزيع استاذ النيل من الاستوديو المؤجر عظيم لغاية ما جهزولنا بقى الاستوديو هنا في الماسبير عظيم إيه اللي حصل بقى أول يوم أول يوم أحاول بس أفتح كان طبعا كان طبعا ومعنواتنا عالية جدا طبعا وحبين حبين الشيء اللي احنا بنعمل وطلع جميل يعني أول يوم ده أنا فاكر طلع جميل جدا و و علم مع الناس يعني بقت الناس أنا واحد قال لي إن الناس بقت ناذي على بعض في الشوارع والإصحاب يعني يقولك هات القناة عشرة عشرة دي الأرض دي اللي هي بتجيب المتخص أهو اللي هي كريب اللي هي اللي تنقل منها شو قل ماتش على القناة عشرة هات عشرة ممش ديش ده أرضي عشان يتفرج على استوديو التحليل عشان يتفرجوا على استوديو التحليل أخي ببالك اتحاج دي ده بالنسبنة بشكل مخيف فوق التوقات آه لدرجة إنه هو كابتر محمود الخطيب قال لي ما نجيب إعلان بقى إعلان إعلان نجيب إعلان ونتقول يا ريت هات إعلان يبقى بندخل حاجة للاتحاد وفعلا جبنا إعلان وبدينا يعني أول ما بدينا كان معنا إعلانات أول ما بدينا كان معنا إعلانات يعني مش مش أول حلقة تاني حلقة أو تالت حلقة العميل يحب تطمن إنه الحاجة بتاعته هتطلع يعني شيكو في حاجة لها كثافة في المشاهدة ترجمة نانسي قنقر